اشتركوا في القناة يعني شويه هيك ممكن اكون بطيء بالكلام او يقطع الصوت شويه او يكون فيه اصوات من الشارع فحاولوا انكوا تسمحوا لي وتعذروني طبعا اليوم توقعاتنا على يوم السبت عشرين تشرين الثاني نوفمبر القمر موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 11 و14 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بعدها رح ينتقل القمر لها منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر موجود في برج الجوزاء عشان هيك تأثير بروه يكون علينا جميعنا على جميع الابراج انه في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعقوية نادي بالنسبة للزوايا اللي ما زال تأثيرها قائم خلال هذا اليوم اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي اللي حكينا بتبدد الحضوض في اي مسعى منقوم فيه طبعا هي اليوم اخر يوم لالها بيظل في نوع من انواع حب للتبذير او صرف لفلوس او نعيش بمستوى غير مستوانا او نحاول نجاري الناس ماليا بالتبذير بالمراهنة بالامور اللي زي هيك وكلها من جانب سلبي اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وبرضو تأثيرها اليوم لاخر اليوم يعني وبعدين بنتهي تأثيرها هاي بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية الخطيرة اللي صار لها متشكلة من يوم 17-11 واللي اثارها تقريبا الكل لمسها اللي هي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين اورانوس اللي كنا نحكي عنها ممتزجة ولكن وجدنا انها بسلبيتها اكثر من امتزاجها بين السعادة والنحوسة فهاي خلت فيه نوع من انواع التردد والخوف في اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الشيء خلانا شوي نكون غريبي لأطوار او الناس تأخذ عننا فكرة غير عنيفين سببت نوع من انواع الشقاقات العاطفية تقلب في المزاج في ناس شعروا بخصوصا الذكور من ضعف جنسي او برود جنسي او عدم القدرة ذكور ايناث طبعا اثرت كمان هاي على امور الها علاقة بوقوع حوادث مفاجئة مثل حرائق وكلها هاي تقريبا صارت يعني كل اللي راح اذكره صار حرائق وتفجيرات وقوع حوادث الها علاقة بالزلازل العواصف اه تمرد امور الها علاقة بالضغط العسكري اه عزل او قتل احد القادر الكبار برضو صار في فلسطين الله يرحمهم وفي دول ثانية اه برضو شهدت مظاهرات واضرابات في قطاع صناعة صحة اه ما سببت نوع من انواع قمة الحريات وهاي الفترة لها علاقة بالفضائح الاجتماعية والجنسية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي برضو بتنتهي دروتها يوم واحد وعشرين الشهر هاي بتهيئ بعض الاشخاص للبدأ بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة وبتخلينا ننظر للحياة بتفاؤل اكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وبتنتهي يوم اثنين وعشرين الشهر بتزيد من حد الذهننا بتخلي الحدث عالي جدا لما حين نفهم الامور بشكل اسرع برضو بتخلي فيه نوع من انواع الاهتمام بالامور الغامضة بتساعد في تنظيم الاعمال نجاح بعض المشاريع ممكن انتخاذ بعض القرارات اللازمة اما بالنسبة للزاوية اللي طويلت المدى وهي زاوية من فصل تزديث ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي بتخلي انه يسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزز العلاقات العاطفية الناجحة وبرضو هاي زاوية لها اكتشاف علاج او دواء لمرض ماه بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل هذا اليوم اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة سبعة واثناشر دقيقة صباحا بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة وهي راح تصير في ساعات المساء هي زاوية تربيع بين عطارد وبين المشتري هي تشكلت يوم امس ولكن ذروتها اليوم ساعة احداش واثنين واربعين دقيقة مساء ورح تستمر لغاية يوم اثنين وعشرين الشهر اثنين وعشرين احداش هاي الزاوية بما انها سلبية وعطارد والمشتري فالها علاقة بالقلق النفسي بالخوف بالوسواس افشاء الاسرار ممكن ان اتعرض بعض الاشخاص لمشاكل مع العدالة لتجنب توقيع الوثائق المهمة في عي الايام وخصوصا الامور اللي العلاقة بالاستثمارات والمضاربات المالية طبعا بالنسبة لدوليا هي بتوجه النظر على الصحافة وسائل الاعلام ممكن شوية نشوف انتقادات من الصحافة او وسائل الاعلام انتقادات سياسية او مالية او تجارية للبلاد وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات او التلاعبات او بعض العملاء في الدولة اه برضو الها علاقة بالامور البنكية اه الها علاقة بالقوانين التشريعية اتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافة للمقاضاء امام العدالة وبتعمل نوع من انواع الجدال حول قضايا دينية او عقائدية بالنسبة للاعضاء الاكثر حساسية في جسم الانسان واللي لازم ننتبهلها اليوم بشكل مركز اه هي الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي انابيب الشعب الهوائية والرئتين الوصلات العصبية اللي هي الجهاز العصبي بمعنى اخر اه الشعيرات الدموية هاي اللي انا ذكرتها اصبحت الان اكثر حساسية من قبل عشان هيك لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا بما انه تأثيرات خسوف القمر ما زالت موجودة فمنقول لا يوصى باجراء عمليات جراحية الا للضرورة القسوة اهم الابراج اللي من المفروض انها تنتبه اه يعني اه على صحتها او انها ما تعمل هذه العمليات اللي هي العقرب والقوس الثور والجوزاء طبعا اه هذه الايام غير مناسبة لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة غير مناسبة لازالت الشعر الزائد اه تصلح لقص الشعر العادي يعني واحد تجميلي او صبغ ولا يوني انا ما بنصح فيها حتى اه لا تصلح للقص العلاجي طبعا في ناس بيسألوا طب ام تنبدأ اشي العلاقة بالتجميل او الجراحة او الامر التجميلية من يوم 22-11 بترجع الحياة طبيعية وبصير تأثير الخصوف خلاص انتهى بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اه الا اه بانصح فيه الا لموليد العقرب والقوس اه الجوزاء اه الثور تقريبا بلش اه يخف عنده ولكن انه برضو بده ينتبه اه بالنسبة لموضوع اه المسكنات اه هو البرستمول او البندول اه حبتين كل ست ساعات اه لمدة ثلاث ايام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء خلوه المسار القادم رح يكون يوم الاحد واحد وعشرين احداش بيبدأ في تمام الساعة ثلاث وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى صباح اليوم التالي اي يوم الاثنين اثنين وعشرين احداش حتى تمام الساعة ثلاث واثنين وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل ست عشر يوم في تمام الساعة ثلاث وعشرين دقيقة عصرا بيصبح سبعت عشر يوم نسبة الاضاءة خمس وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجوزاء حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة خمس واربين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اربعة وعشرين احداش منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 11-12 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي طبعا هو في حركة أمامية لغاية 29-4 بعدين ببداع في عملية التراجع هو سعيد الآن بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة والإقناع أهم شيء أنه اليوم تفاوضوا بثقاء وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن الأهم من آثار الخصوف لسه موجودة بدكوا تتجنبوا العصبية والكلام اللاذع والجارح ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال عشان هيك يلازم تسعى باكر من نهارك عشان تنجز أعمالك ما تعرض نفسك كثير للإرهاق اليوم تتميز بالنشاط العالي والحركة والقدرة على إنجاز الأمور ممكن اليوم تسمع جوابه بيعجبك أهم شيء أنك برضو ما تبالغ بمصاريفك ممكن يكون لك اليوم علاقة أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جارح برج الثور بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بالأمور المالية فاليوم رح تهتموا بأمور إلها علاقة بضبط الميزانية أهم شيء أنكوا تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لأوضاعكم المالية أو تخضوا تجربة مهمة تمتحن قدراتكم وخبراتكم أهم شيء اليوم ما تجزفوا بأموالكم أو باستقرار وضعكم المالي ما في داعي للمغامرات المالية بدك تتريث أو تدير بالك حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصاريفك وحاول أنك تدير بالك من النصابين والمحتالين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزة طبعا اليوم أنتوا عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها عندكم نشاط عالي جدا فاليوم ممكن تكثر عندك المشاريع أو الأعمال أو تختلط الواجبات في بعض حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حاول أنك تحدد أهدافك وأولوياتك عشان تعرف تنجزها بكامل باستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير من الأعمال وقمر موجود عندك ولكن لأن الخصوف بظل شوية مخربط بعض الأمور يعني آثار الخصوف ما زالت قائمة ولكن إجمالا أفضل من الأيام الماضية برج السرطن بظل التعب مسيطر عليكم خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا أن طاقتكم ضعيفة حاول أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا أكثر لغذائكم وراحتكم بيشير القمر لركود وتأخر في سير الأمور بتكون تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي حاولوا أنك تستريحوا بعيد عن الأضواء وحاولوا أنك ما تختلقوا أعذار للهروب من المسئوليات والمهمات يعني بمعنى آخر انجزوا الإشي المهم والضروري فقط لا غير برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء وهذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو لتأييد أحدهم أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث ممكن اليوم تشارك في مناسبة معينة أو يتوجه لك دعوة أو يعني مثلاً يكون في لقاء مفاجئ ما بينك وبين أحد الأصدقاء المهم حاول تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية قبل أنه ينتقل القمر ويصير في بيت متاعبك في السرطان برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل اليوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيسعوا لعمل جديد ولكن حاولوا أنك تقدموا أفضل ما لديكم لأن الفترة هاي شوي لها علاقة ببيت السمعة فممكن اليوم إذا انتبهت مزبوط تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أهم شيء إنك ما تهدد سمعتك لا بالخطر ولا بي المغامرات ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وهذه فترة مثمرة ومهمة جدا راح تكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد اليوم فترة ممتازة جدا للتنقلات والحوارات والاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم لبعض الأمور الفلسفية أو الدينية أو تهتم بدراسة أو بزميل بالدراسة مثلا في منكو اللي عنده قضية قضائية اليوم راح تكون شوي بحاجة لإهتمامك أكثر هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من خارج البلاد أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وحاول أنك ما تسمح لأي شخص أنه يشكك بقدراتك حاول أنك تكون يعني جدي شوي بس مش جارح بالكلام فاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء اليوم بشكل أفضل وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر مقابلك تماماً فبتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وبأعصاب بردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات لا تنسى أن القمر مقابلك تماماً فطاقتك ضعيفة فعشان هيك برضو لا تنسى تهتم بصحتك شوي برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم بتكون حاذروا اليوم من تراجع في الصحة أو تراجع في العمل فحاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن أو بالتراكم لدك تكون أكثر تنظيماً وتحاول أنك تحسن إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنكم تأخذوا يعني قسط من الراحة من وقت لآخر وحاولوا تهدأوا وتكونوا عند حسن الظن برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً اليوم بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً يعني رح تصبح اليوم الأجواء أكثر سهولة وفيها نوع من أنواع العاطفي يعني في حب أو لقاء عاطفي ممكن تظهر للفترة هاي تظهر لك لقاء طارق ما بينك وبين أحد الأخوة أو ما بينك وبين أحد الوالدين حاول أنك تتجملهم المساعدة والدعم اللازم هاي فترة ناجحة ومطمئنة بالنسبة لإلك برج الحود أكثر الأمور اللي بتتركز عليها الفترة هاي لها علاقة بالبيت والعائلة وأفراد العائلة فعشان هيك اليوم بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي إنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وحاول إنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما أنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو عائلية الأهم إنك ما تعالج الأمور بعصبية وحدية هيك من يكون انت هنا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء